يعاني العديد من الصائمين عسر الهضم بعد الإفطار بسبب السرعة في الأكل وغيرها من العادات الغذائية غير الصحية كما أن التغير في النظام الغذائي والمواعيد المعتادة خلال شهر رمضان يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وخاصة في الأيام الأولى من الصيام فكيف نتفادى ذلك؟ للمزيد ينضم إلينا في الستوديو دكتور شريف الشهاء واختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد لي وحدثنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور صباح الخير كل عام أنت ألف خير يا ربي يا دكتور دكتور خلينا نتكلم في البداية الإمساك الغازات العديد من الأعراض التي قد تظهر بسبب عسر الهضم تغير العادات الغذائية ويمكن نكون قاعدين وبنكل بسرعة كل هذه الأمور كيف يمكن أن نتفادى هذه المشكلة؟ ما العادات الغذائية الخاطئة المتبعة في سيام رمضان؟ زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة طبعا الأكل بسرعة الناس بتبقى صايمة طول النهار من الفجر والمغرب بييجي فبيبتدوا يتناولوا الفطار بسرعة بيكون في جوع شديد بيتناولوا الأكل بسرعة شديدة بكميات كبيرة بدون ما يكون المعدة مستعدة لتلقي هذه الكمية بهذه السرعة نعم لها صدمة بالضبط كده فطبعا بنحتاج للأمور دي عشان نتفاعدها بأننا الأكل يكون تدريجي وبيكون قليل الدسم وقليل السعرات يعني الكمية السعرات الكبيرة اللي بتدخل الجسم مرة واحدة مع كمية الدهون والدسم اللي بتدخل مرة واحدة بتعمل ويكون المعدة مش مستعدة فطبعا بتسبب تخمة وبتسبب عصر في الهضم فأنا بنصح الصائمين في رمضان عند تناول الإفطار أن يكون الإفطار تدريجي بنبدأ مثلا بالطمر على صنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد كده ممكن نتناول أي سائل دافي زي الشربة مثلا دافية وبعدين بعد كده نفصل شوية نقوم مثلا نصل للمغرب وبعدين نرجع نكمل الفطار بتاعنا تدريجيا ويكون حاجات نركز أكتر على الخضروات ولو هيبقى فينا شويات بتبقى كميات بسيطة وتبقى على مراحل متدرجة يعني ممكن نتناول فطار الجزء الأول مثلا بعد المغرب وجزء الثاني مثلا بعد الصلاة العيشة ممكن ناخد جزء ثاني بعد كده تبقى زي نعمل على توسنكس بالضبط عشان ما تبقى صدمة مفاجأة للمعدة دكتور ممكن يكون هناك في مثل الأخبطة بين الانتفاخ وبين عصر الهضم كيف نميز بين هذا وهذا هو عصر الهضم هي كلمة شاملة يعني الانتفاخ من ضمن الأعراض بتاعت عصر الهضم الأعراض عيال نتكلم على الأعراض أعراض عصر الهضم تتمثل فيه طبعا الشعور بالامتلاء الألام في البطن انتفاخ غازات ممكن أحيانا بيكون فيه نوع من أنواع الارتجاع الحموضة طبعا في رمضان مع الصيام الطويل بعد كتير من الناس من الصائمين بيعانوا من الإمساك بسبب الصيام لفترات طويلة فيه أشخاص أكثر عرضة لهذه المشكلة عن غيرهم بيكونوا بيعانوا من مشاكل في الجهاز الهضم عندهم ارتجاع في الأساس ممكن يكون أكثر صعوبة عليهم مسبب في عصر الهضم سؤال جميل طبعا هو عندنا بالنسبة للصائمين فيه عندنا مجموعتين المجموعة الأولانية اللي هم الأشخاص السليمين اللي هم ما عندهمش أي مشاكل ودول بيكون الأعراض عندهم ما بتبقاش كبيرة قوية لكن المشكلة بتكون في الصائمين اللي هم عندهم أمراض في الجهاز الهضمي المرضى اللي عندهم ارتجاع المريء المرضى اللي عندهم كرحة المعدة أو الاثنى عشر دول بيعانوا أكتر طبعا لأن مع فترات الصيام الطويلة وبتزيد نسبة الأحماض في المعدة فبالتالي بيكونوا معرضين أكتر أن يحصل أن الكرح اللي عندهم أو الارتجاع بيسوق وده نلاحظه حتى في العيادات والمستشفيات أن نسبة حالات الكرحة المعدة والإسنى عشر ممكن بيكون أزية شوية من الشهور الطبيعية بتوصل أحيانا أنه ممكن يحصل منها نزيف وده نضطر نعمل تنظير للمرضى دول لإيقاف النزيف وإنقص حياتهم يعني شنو هي الأوقات اللي يجب أن يلجأ الآن المريض إلى الطبيب هو المريض اللي هو عنده مشكلة في الجهاز الهضمي بيتابع مشكلة سابقة يعني مو بالضرورة تكون في الأيام الأولى بالزبط يعني أغلبهم بيكون عندهم مشاكل من قبل بداية شهر رمضان وبيكونوا قريدي بيتابع مع الطبيب اللي هما بيتابع معه فبالتالي هو الطبيب بيقول لهم النصائح اللي ممكن يعملوها لتفادي أي مشكلات تحدث والأدوية بالجرعات المحددة اللي بياخدوها مع الإفطار والصحور يمكن ركزنا أكتر على الإفطار دكتور ونسينا الصحور في التفاصيل الصحور في ناس كتير ممكن تعتبر أنها وجبة تانية ممكن تاكل رزوة وتاكل لحوم خلال ساعات الليل قبل وبيناموا مباشرة هذه المشكلة إلى أي مدى قد تسبب في تفاقم عصر الهضم طبعا ننصحش دايما ننصح المرضى قبل النوم أن الوجبة تكون خفيفة لا تكون ثقيلة طبعا معظم معظم الصائمين بيبقى عارف أن التاني يوم فيه سيام طويل فبيبقى عايز يملأ مهدته وقدر ما يستطيع علشان ما يجعش فأنا لا طبعا الصحور طبعا فيه حاجات مهمة قوي تقريبا ساعتين أو ثلاثة عشان قبل ما ننام لازم تفصل ما بين وجبة الصحور عشان ندي فرصة للهضم يحصل لأنه طبعا لما تكون المعدة ملقنة ونام مباشرة التنفس بيبقى مش قادر يتنفس بيبقى تعبان بقى شناين مرتاح فبننصح دايما الصحور يكون طبعا قبل طبعا صلاة الفجر يعني أقل حاجة يكون قبلها بساعة يعني فيه ناس تأكل مباشرة قبل الفجر بربع ساعة يعني قبلها بساعة على الأقل ويكون الصحور خفيف يعني ما يكونش يعني ممكن الفول من الحاجات الجميلة اللي هي بتصبر المريض على الصيام لفترات طويلة لأنه بيجلس في المعدة فترات طويلة ويأخذ وقت أطول شوية في الهضم وفي نفس الوقت هو وقبة ما تعتبرش وقبة كبيرة أو يعني أنا لا أنصح بتناول اللحوم في الصحور يعني الفول هيبقى أفضل مع الزبادي الصحور بتاعنا المعجلة حاجة خفيفة صح صح دكتور ممكن الأشخاص اللي ما نقول اللي يعانون أصلا من مشاكل في المعدة لكن ممكن يحوشهم عسر الهضم أو يصابون بعسر الهضم خلال الأيام الأولى كيف ممكن هم يكونون معالجين لأنفسهم شنو الأشياء اللي لازم يطبقونها على نفسهم والله نحن نصحهم أنهم طالما ما عاش عندهم تاريخ مراضي قبل كده في الأمراض الجهاز الهضمي نصحهم أنهم يعني يكلوا تدريجيا زي ما قلنا في أول اللقاء أننا ما يكلوش الأكل كل مرة واحدة بالتدريج ويركزوا أكتر على الخضروات والفواكه المشروبات السوائل مهمة جدا في رمضان عشان تعويض السوائل طبعا في خلال السيام طويل والجفاف وكده حلط الأكل دكتوري دايما بيكون عندنا كذا وجبة غير كمان يعني سلوك شائع إنعدم الحركة ما بنتحرك ناكل وبنتقل ونفضل قاعدين قد إيه الرياضة بتفيد في هذه المشكلة طبعا الرياضة مفيدة عموما مش بس في شهر رمضان يعني مفيدة في طول السنة طبعا يمكن الوقت شوية بيبقى في شهر رمضان بيبقى شوية مضغوط لأنه فترة الصيام بتبقى طويلة في ناس بتمارس بعض أنواع الرياضة قبل الفطار بساعة مثلا دي ما بنصحش بيها قوي لأن دي ممكن تعرضوا لحدوث جفاف أو حدوث المشكلة أنه طبعا صايم طول اليوم خصوصا الناس اللي عندهم سكر أو عندهم مشاكل في الضغط الدم أو كده المرضى اللي بيعانون من عسر الهضم هل تفيد الرياضة حتى لو عشرين ديئة طبعا المشي المشي بعد الأكل اللي فترة نصف ساعة ده جميل جدا بيساعد على الهضم وبيريح المعدة ويحسن التنفس صحيح دكتور الأسئلة كثيرة لكن أيضا نأخذ أسئلة من المشاهدين وهي أسئلة عامة أنت بالشايفة خليني أنا أقرأ ما سبب الغازات في البطن وأنها شديدة عند أكل الفلافل في بعض الناس طبعا الفلافل تحتوي على الفول أو الحمص طبعا المصرية بتبقى بالفول والشامية بالحمص والفول والحمص هي من البقليات والبقليات عند بعض أو كثير من الناس بيكون عندهم تحسس منها والزيت والحموضة والحياة فعيدة ننتقل للسؤال الثاني صباح الخير ما مدى خطورة شحوم أو مرض شحوم الكبد شحوم الكبد اللي هي دهون الكبد ودي طبعا بقت شائعة جدا الحقيقة في الوقت اللي احنا بنشوفه يعني تقريبا أنا عايز أقولك أن حوالي مثلا تقريبا نص يعني 50% من المرضى اللي بنعمل لهم موجات صوتية على البطن أو على الكبد بنلاقي عندهم شحوم على الكبد بقت شائعة جدا أسبابها طبعا زيادة الوزن من بعد مرضى السكر برضو معرضين نحصل لهم شحوم في الكبد عدم ممارسة الرياضة أكل الدهون بكميات كبيرة وبعد الأمراض اللي بتصيب الكبد برضو بتسبب شحوم في الكبد خطورتها إن هي لو ما قدرنا نسيطر عليها في المراحل الأولى بعد كده بتسبب ارتفاع في إنزمات الكبد وبالتالي بعد ما ترتفع إنزمات الكبد بيبتدي يحصل تدريجيا حدوث تلايف اللي هو نسميه التشمع الكبد وممكن توصل لغاية التلايف المتقدم طبعا بتبقى مشكلة كبيرة طيب استفسار آخر دكتور خلينا نشوف ما أسباب الحموضة وحرقان المعدة في ساعات الليلة أثناء النوم طيب هو طبعا الحموضة والحرقة المعدة دي طبعا من ضمن الأسباب وأكثرها شيوعا التناول الواجبة ثقيلة في العشاء والنوم مباشرة طبعا دي بتبقى موجودة عند الأشخاص الطبيعيين أو السليمين يعني أو عندي طبعا بتزيد أكتر نسبتها عند الأشخاص أو المرضى اللي عندهم ارتجاع المريئة بيكون عندهم المشكلة دي كبيرة يعني بننصحهم طبعا أنهم يكلوا أكل خفيف قبل النوم ويكون قبلها بساعتين ثلاثة قبل معاد النوم بتاحهم وطبعا تناول الأدوية للسيطرة على الأعراض نعم شكرا جزيلا لك دكتور شريف الشهاء واختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكابد على كل هذه التفاصيل والمارضة شكرا جزيلا لك